السلام عليكم. ازايكو يا عمر اتعملين ايه? يا رب دايما انت كونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الكيكة اليابانية اللي هاش خالص اللي بتبقى عاملة زي الجيلي خالص في نفسها دي. تعمها حلوة قوي وهاشة وسهلة خالص ما فيهاش اي حاجة وما فيهاش اي تعقيد. ومكونات بسيطة خالص موجودة عندنا في كل بيت. الكيكة دي ممكن تعمليها بعد كده هتزوقيها تبقى طرطة بتبقى طرطة حلوة قوي 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 بتبقى احلى من الجهزة اللي احنا بنشتريها مبارا. انا عادة ساعات كتير بعملها وبزوقها بقلبها طرطة. بتبقى احلى من اللي احنا بنشتريها والله. هنسمي لها كده ونبدأ مع بعض على طول بالمكونات. انا اول حاجة معي معي هنا سلطة بضغط. ماشي. معي كوباية اللي ربع دقيق. معي نصف كوباية سكر معي ربع كوباية زيت معي تلت كوباية لبن معي فناليا وهنجب رشا صغيرة ملح. اول حاجة هنعملها هاخد ربع كوباية الزيت دي هسخنها جدا على النار وانيجي نشوفها نعمل بها ايه. موس يا بنات انا فضيت الدقيق بتاعي في بولة انا نخلته فضيته في بولة والزيت بتاعي على النار. الزيت بتاعي قدح خالص. هنزل بالراحة جدا على الدقيق بالزيت. شايفين دي بفرزة. عشان الزيت سخن قوي معي. بالاسباتيولة بالراحة كده. هنقلب الزيت مع الدقيق. اختلطوا كويس جدا مع بعض هما الاتنين. بصوا. بقت صيحة بقت ديق صيح خالص خالص مع الزيت اهو بعد ما شربه كله خالص. كده انا عندي دي بتاعي انا عايزة كول دي ما يكونش فيه ولا واحدة ما اخدتش زيت. بصوا. باعمل ازاي? خلاص. باعمل زي العجينة بالزبطة هي سيحة خالص. هعمل ايه دلوقتي? هنزل عليها بتلت كوباية اللبن. لأ بتلت. تلت كوباية اللبن. نزلت عليها بتلت كوباية اللبن. هقلبها بالراحة خالص. لحد ما اللبن يختلط مع الزيت والدقيق. هنقلبه بالراحة خالصت في الاول هتحس ان الدنيا بازت خالص منك. بس استني شوية. قلبي استمري. هتبصت لقيها هتقلبت معاك يا عجينة سايلة خلص شكلها ابيض خالص شكلها حلو. استمه. يفضل يقلبي الحاد ده ما الاصفر كله يتقلب ابيض. بصي باعمل ازاي? بصي. اخترت كله مع اللبن اهو. تمام كده? خلاص تمام كده. دلوقتي انا هعمل ايه? هقولك دلوقتي. هنزل ببيضة كاملة هنا. استنوا. هنزل ببيضة كاملة هنا الاول. وبعد كده هنزل بخمسة صفار بيض لوحده. وهاخد البيض معي في حاجة تانية. بصي يا بنات انا عملت ايه? انا اخدت هنا بيضة كاملة. تمام? هما كان عندي ست بيضات. اخدت بيضة كاملة. معيهم ستة صفار بيض. واخدت الستة البيض التانيين هنا. الخمسة البيض اصلي من التانيين هنا. يعني انا اخدت الست بيضات. اخدت بيضة كاملة على بعضها. حطيتها كده. وبعدين الخمس بيضات اللي فاضلين. فصلت الصفار عن البيض. حطيت الصفار مع البيض بتاعي وحطيت البيض لوحده. انا دلوقتي هعمل ايه? هقلبهم تقليبة سريعة كده مع بعض. لحد ما الكل يختلط مع بعضه. هتختلط كلها مع بعضها كده. انا كده كده هضربها بالمضرب تاني بعد ما بعد ما اضرب البيوت. انا بس هقلبهم كويس مع بعض. على ما يجي اضربه. دلوقتي خلاص اختلطت كلها مع بعضها. وكريمية خالص اهي ما فيهاش اي حاجة خالص. دلوقتي هعمل ايه? هضرب البيوت بتاعنا. هنجيت في بولة تانية اهي. حطت فيها البيوت بتاعي الخمسة بيوت. الخمسة بيوت. هحط عليهم سنة صغيرة فنلي. ماشي. ودلوقتي هضربهم بالمضرب لحد ما يتمسكوا خالص مع بعض. ويبقى جامد جدا. انا لما اخلص دربة عشان اوريكو. هيوصل للااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هيوصل بس للتماسك بتاعي بعمل ازاي ورجع ورهولك وعمل ازاي. بص يا بنات هو كده عامل ازاي? لسه ما تمسكش معايا. هو عليه بس لسه ما هو خالص هو لسه ما تمسكش معايا. مش ده السنك اللي انا عايزاي. هكمل وارجع لكم. بص يا بنات هو ده السنك اللي انا عايزة بصو. ما بيتقلبش خالص اهو. ما بيتقلبش خالص من الطبق. هو خلاص كده مسك في الطبق باجامد خالص اهو. انا هعمل ايه? انا هنزل بنص كمية السكر اللي عندي واكمل ضرب. ماشي. هكمل ضرب وارجع لكم. انا كده دربت معاها نص كمية السكر خلاص ده متماسكة خالص كاني عاملة كريمة بالزبط. انا هعمل اي دلوقتي هاخده على جنب ونجيب الجزء التاني اللي هو كان فيه الصفار باللبن بالزيت. هعمل في ايه? هنزل بباقي كمية السكر اللي عندي عليه. ماشي. وهنزل بايه باسمها صغيرة فانيليا. بسينا صغيرة فانيليا. بسينا صغيرة فانيليا. ونزل بسينا صغيرة مال. بسينا صغيرة خالص نالها. ماشي. هعمل ايه دلوقتي هضربه هو كمان بالمضرب. هضربوا كله مع بعض وارجع لكم. بص يا بنا انا كده اضربتها بالمضرب كلها خلاصة اه? تمام? ايه اللي انا هعمله دلوقتي? هاخد حبة صغيرين خالص من الابد اللي احنا عملنا ده. من ايه? من بايض البيت. سلنا بس صغيرة بس هنا كده الاول. هخليها تختلط كلها مع بعضها. بالراحة خالص. بصوا. الكيكة دي ما بيتحطش فيها بيكن باودر. البيكن باودر بيخليها ترفع. اللي هيخلي الكيكة بتاعتي ترفع دلوقتي الهواء اللي احنا دخلناه في البيض بتاع البيض. فلو انا قلبته بسرعة وخليته يمتزج بسرعة معاها. يبقى انا كده خرقت الهواء لجواه. لأ. انا عزاء الهواء يفضل محتفظ بيها لان الهواء ده هو اللي هيرفع الكيكة بتاعتي. فانا هقلبها كلها بالراحة زي ما انتم شايفين معايا كده. بالراحة خالص اهو. وبعد كده ارجع لكم ونحط كله على بعض ونشوفها نحطه ازاي. بصوا يا كده خلاص نمدزج جد كلها مع بعضها اهي. تمام? هدلوقتي انا هعمل ايه? هجيب الابيض البيض اللي احنا عملناه. هنزل عليه بالخليط اللي احنا عملنا ده بالراحة خالص كده. اهو. تمام? طولة بال بقى ماشي. بالراحة خالص كده من تحت الفوق. من تحت الفوق. اهم حاجة دي اهم خطوة فيها كلها علشان الهواء بتاعي ما يطلعش برا. هفضل اعمل من تحت الفوق بالراحة شديد يعني. خالص كده اهو. لحد ما تختلط كلها مع بعضها. قبل ما اخلصها بشوية هرجع لكم تاني لان انا هعملها بالراحة جدا عشان خاطر تختلط كلها مع بعضها كويس. وفي نفس الوقت ما خرجش الهواء اللي جواها. فانا هعملها كلها مع بعضها. وارجع لكم تاني. بصوا شايفين الاصفر ده? طول ما هي بتطلع الاصفر ده بقى هي لسه ما خلصتش. طول ما بيطلع معي اصفر من تحت الفوق كده بقى لسه ما خلصتش. فانا هعملها بالراحة كلها. وارجع لكم قبل ما فضيها تشوفوه يعمل ازاي. بصوا يا بنات انا افضلت اقلب فيها بالراحة جدا لحد ما اختلطت كلها مع بعضها. بصوا انا كنت الاول بقلب كده بيطلع معي خطة اصفر. معادش بيطلع خالص اهو. بقت كلها نفس اللون. كلها امتزجت مع بعضها كويس جدا. اهي. معادش فيها خالص اهو. بطلع من تحت الفوق خلاص. كلها اختلطت مع بعضها كويس. وانا بحرقها بالراحة. والتركوا دي اهم خطوة في نجاحها. بالراحة جدا معلش خلي عندك طورة بال شوية. استحميلي بس هتطلع معاك الحاجة حلوق اول. دلوقتي ايه? انا معايا الصينية اللي انا هعمل فيها. الصينية اللي انا هعمل فيها انا مبطنها كويس بالسمنة والدقيق. اه عشان اعرف هتخرجها منها كويس. لو انت عندك ورقة زبدة اعملي بيها. انا بحب اعملها كده. ماشي? انا هنزل معايا بالراحة خالص بالخليط بتاعي. بالراحة جدا. تستعجليش. اهو. نزل معايا خلاص كل اهو. بالراحة. تستعجلش. سام الله. كل حاجة تطلع معانا مزبوطها ان شاء الله. لا يبصوا لما من ساعة ما جربتها بالطريقة دي ما انتش بعمل اصلا الترط نفسها غير بالطريقة دي. انا بعملها كده وبعملها ترطة في الاخر. هبضتين تلاتة كده. لشان اي هوا فيها اي فقاقية فيها هتخرج معايا مش هتفضل جوا. تماما هي كده خلاص معايا مزبوطة هي. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي? بص يا بنات انا بعد مفضتها في الصنية خلاص وخرجت الهواء اللي جواها. دي صنية جوا صنية. يعني انا معايا صنية اكبر من المقاسة اللي انا حط في الكيكا بتاعتي. اه دلوقتي وانا بجهز الحاجة دي كنت مولع الفرن عشان انا لما دخل الكيكا في الفرن تكون الفرن سخن معايا. ماشي? انا دلوقتي هعمل ايه? دلوقتي انا معايا الصنية جوا الصنية لي عشان خطر انا هسويها في حمام مائي. انا مش هسويها الوحدة كده على الفرن. اه على الرف بتاع الفرن. لأ انا هسويها في حمام مائي. هنعمل ايه دلوقتي? انا معايا مية سخنة بتغلي. ماشي? هحط الكاتل كده يسخن المية على طول ما انت شغالة. هيغلي معاك خلص المية. هتنزلي بيها. في الصنية اللي هي الكبيرة. لحد ما توصلي لنص الصنية اللي محطوط فيها الكيكا بتاعتي. حتى شوفوا هي بدأ الترفع معايا خلاص اه? ماشي. كده مقدار كويس. نص الصنية بالزبط. تعملي نص الصنية. وبعدين درجة حرارة الفرن متوسطة. هتحطيها ايه خليها متين. خلي درجة حرارة الفرن متين. هتحطيها بعد اه حوالي اه اربعين دقيقة او خمسة و تراتين دقيقة. ايه اختبريها بالخلة. اه استويت معاكي خرجيها. لو الخلة طلعت نضيفة يبقى هي استويت معاكي. الخلة طلعت مش نضيفة يبقى هي لسه عايزة تستنى شوية تكمل سوا. اه بعد ما بعد ما سويها وخرجها من الفرن اووريها لكم عاملة ازاي? بصوا يا بنات يا كده خرجت من الفرن خلاص اهي. الخرم ده انا كنت باختبارها بالخلة. لقيت الخلة طالعة معايا نضيفة تمام ما فيهاش مشكلة. هي خلاص كده استويت معايا. انا بس وردها لكم في الصنية قبل ما قلبها. هقلبها ووريها لكم. بصوا يا امراض انا كده قلبتها من الصنية اهي. بصوا الارتفاع بتاعها. وهشة جدا وحلوة قوي. جربوها هتعجبكم والله بجد جميلة قوي. اللي هتجرب الطريقة دي هيعمل بها على طول. هي كده كيك تمام ما فيش مشكلة. انا بقى ما بخليهاش كده. انا هعمل لكم حلقة تانية عن تزيين الترطة بطريقة سهلة خلص ومبسطة اللي هي دي. انا هاخدها هزينها هعملها ترطة. وهنزل لكم حلقة بيها ان شاء الله. تشوفوا التزيين الترطة ببقى عمل ازاي ببقى سهل خالص وبسيط ومبفوش اي حاجة. اه جربوها هتعجبكم بامر الله. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.